وأنا بدرس في هذا الموضوع شاركتك قبل الحلقة الشيء اللي استغربته مش بس إنه الكم الهائل يعني أكتر من 80% الكرة الأرضية يؤمنون بالله وعدين اكتشفت إنه أغلب العلماء العلماء بيأمنوا في وجود الله طبعا طبعا لأنه مش ممكن تكون كل القوانين والإنتركسي يعني التناغم بين هذا كله لازم يكون له إله بيصنعه فإيه هو العلم؟ في عندنا نوعين من العلم في العلم التشغيلي اللي هو اللي بنعمله في المعامل وتحت نفس الظروف نجد نفس النتائج ده الإنسان الملحد بيعمله والإنسان المؤمن بيعمله بيطلعوا نفس النتائج في علم تاني اسمه علم الأصول يعني إيه؟ أحداث تاريخية حصلت في الماضي مقدرش أكررها في الحاضر فبالتالي تعتمد على نقطة البداية في التفكير ده زي لو في حدثة مثلا واحدة قتل فييجي البوليس يشوف فيه سكينة فيه طلقة فيه سم جنبه ويبتدي يكون صورة عن حدث في الماضي محدش شافه الحدث اللي في الماضي ده بيكون صورة وبعد كده يقول آه ده فيه شخص الفلاني ده متهم بالقتل وبعدها مثلا بعشر سنين يطلع دليل تاني ويطلع أنه مش هو ده القاتل ده فيه قاتل واحد تاني فعلم الأصول يختلف عن العلم التشغيلي ما قدرش عامله في المعمل ما قدرش يعيد القاتل عشان يعرف مين القاتل مش كده برضو فلازم يحط افتراضات ودي النقطة اللي عليها الخلاف ودي النقطة اللي عليها والعلم يعني الداتا بيتبنى كله على بعضه بالزبط وده العلم التشغيلي كل الداتا دي بتتبني على بعضيها وتدينا معلومات أكتر طول الوقت وده شيء جميل وزي ما قلت الإنسان الملحد والإنسان المؤمن بيعملوا نفس النوع ده من العلم لكن الاختلاف فين بقى في علم الأصول إيه اللي حصل في الماضي فإيه اللي حصل في الماضي ده بيبتدي بافتراضات فلده العلم التشغيلي اللي بيعمل لنا النتائج الحلوة اللي احنا شايفينها عايزة أوريك واحد ملحد كبير قوي اسمه إرنست ماير بيقول أن عملية النشوء والارتقاء اللي هي التطور دي اللي هو بتاع داروين عملية تاريخية يعني حاجة حصلت بيقول في الماضي ما نقدرش نطبق عليها نفس قوانين العلم التشغيلي اللي بنعمله كل يوم فبيقول التطور عملية تاريخية لا يمكن إثبتها بالحجج والأسليب نفسها التي توثق بها الظواهر الفيزيائية البحثة الحالية تمام فحتى الرجل الملحد ده بيقول أن العلوم اللي هي علوم الأصول دي أو العلوم التاريخية ما نقدرش نحطها في المعمل دي نحطها بنقطة البداية بتاعتنا سير إسحاق نيوتن قال جملة جميلة جدا عبي يكلم عن بصمات الإيد بيقول حتى لو غاب كل دليل آخر يكفي الإبهام ليقنعني بوجود الله واو ليه بقى؟ لأنه حتى كل واحد إحنا تمانية بليون شخص حاليا عايشين كل بصمة بتختلف مختلفة عشان كده بياخدوا بصمتنا لما ندخل في الجوازات والمطارات وكده لأن دي بتميزت حتى الايدنتيكال توينز اللي هم التوأم المتماثل بالزبط الفينجر برينس بتاعهم مختلفة فإزاي هذا التصميم الدقيق والرائع ده مش ممكن يحصل بالصدفة ده تميز كمان ده تميز بالزبط لأن كل واحد فينا خلق على صورة الله وشبهه فإحنا ما جناش من سلسلة من الأرود وجد تخيلي أعظم في الآخر في الأول وإحنا تناسلنا منه إحنا خلقنا على صورة الله وشبهه فالإيمان المسيحي بيعطي قيمة للإنسان بيعطي هدف للإنسان فالعلم التشغيلي طبعا سيرس حق نيوتن ده كان عالم كبير وعظيم جدا وعمل حاجات أملاقة الراجل ده وكان إنسان مؤمن بالكتاب المقدس على فكرة فبيقول حتى لو غاب كل دليل آخر يكفي الإبهام الصباح اللي بعمل به البصمة ده ليقنعني بوجود الله وطبعا الأدلة كتير جدا